أدانت مصر وبأشد العبارات قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين بما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة طالبت مصر إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولية والقانون الدولي الإنساني مشددة على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات أكدت مصر على أن تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخزئ ترجمة نانسي قنقر